استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الإيطالي جويدي كورتشيتو وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء بحري جوزيبي دراجوني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين ودفع أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعيداء خلال الفترة المقبلة لسيما في المجالين العسكري والأمني حيث أشاد وزير الدفاع الإيطالي بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار في منطقتين الشرق الأوسط والبحر المتوسط كما تطرق اللقاء إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتم تأكيد ضرورة تضافر المساعي للدفع قدما بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود وثمن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار تناول اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز التعاون العسكري حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير التعاون القائم على هذا الصعيد وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية لسيما ليبيا والسودان توفقت أجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها بما يلبي تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار والانطلاق نحو التنمية والازدهار ترجمة نانسي قنقر